السلام عليكم من السنة الرابعة اليوم ان شاء الله بيش نعمل اصلاح للتمارين صفحة 29 و 30 بيش يكون تمارين الاول والثاني والثامث والرابع والخامس والسادس والثامنة والثامنة ثمانية تمارينات بيش يصلحوه ان شاء الله في الفيديو هذيه ما تنسيش تتاجعونا بابوناه قبل ما نبدأو بيش يصلكم كل درس انها بطوف جديد وتوا يلا نبدأو اول حاجة بيش يشوفوا الدرس الجملة الاسمية المبتدأ بمختلف اشكاله استعملوا اقرأ النص واعين جمله جملة جملة ساحة المدرسة مكتظة مظاهر الزينة بادية التلاميذ والاولياء جالسون كل الجوائز فوق الطاولة الجو رائق الجو رائق جملة الحاضرون فرحون والتلميذة الرائق مبتهجة افصل بخط المائل بين العنصر الاول والعنصر الثاني من كل جملة حسب المثال اذا المثال الاول ساحة المدرسة مكتظة اذا مظاهر الزينة بادية حسب المثال التلاميذ والاولياء التلاميذ والاولياء جالسون كل الجوائز فوق الطاولة كل الجوائز فوق الطاولة الجو رائق كأنه افصل بالمبتداء والخبر الحاضرون فرحون الحاضرون التلميذة الرانية مبتهجة مبتهجة اصل كل عنصر من المجموعة الاولى بالعنصر المناسب له من المجموعة الثانية لأكون جملا الساحة نظيفة العام حسن مسافر تلميذ مدرستنا مجتهدون هذا العصفور يزقزق سلم وعدنين في المنزل الجملة الاولى الساحة نظيفة الجملة الثانية العام حسن مسافر الجملة الثالثة تلميذ مدرستنا الجملة الثالثة تلميز مدرستنا لتلميذ مدرستنا نظيفة الجملة الجملة الرابعة هذا العصفور هذا العصفور يزقزق سلم عودنينو في المنزل صنع ألاحظوا أملأ الفراع بما يناسب للحصول على جمل ذكي عالية عظبة مختلفة الأشكال إذن الولد ذكي شجرة الصنوبر عالية مياه النهر عظبة الأزهار مختلفة الأشكال إذن أكتب كل عنصر في المحل الموافق له بالجدول هذه المدينة نظيفة هذه المدينة نظيفة علي حسن الأخلاق أزهار الحديقة فواحة أزهار الحديقة فواحة الكتب والكراسات في الخزانة أوظف أفصلوا بين عنصري كل جملة بخط مائل لنسبوا أضعوا كل عنصر في محله في الجدل السماء صافية السماء صافية الحديقة المنزلية جميلة الحديقة المنزلية جميلة سيارة سلمة في المستو داعي في المستو داعي هؤلاء الرجال متفوقون هؤلاء الرجال متفوقون الإجهاد والذكاء ضرورياني الإجهاد والذكاء ضرورياني أكمل العنصر الناقصة البنت جميلة الساعة الحائطية كبيرة شجرة التوتي عالية توأماني الأخواني توأماني إيران ثمانية أستعين بالعناصر الآتيات ويكون نصا ليقوموا على جمل الإسميات وأربطوا بين هذه الجمل بأدوات الربط المناسبة الفصل ربيع والأزهار مختلفة ومنتشرة هنا وهناك الطفل وجدي يتسلق متسلق على العشب نقوله الفصل ربيعيا الفصل ربيعيا الأزهار مختلفة ومنتشرة هنا وهناك ومنتشرة هنا وهناك إذن قريطوا على أدوات الربط تشنحطوها الطفل وجدي يتسلق العشب فالضيعة فسيحة والفراشيت متنقلة إذن والأبو يسقي الأشجار يسقي الأشجار ونرطبها بالحاجات لتبدأ أحداثها متراسلة معناها مش نرطبين الأحداث والأشجار المثمرة تعديدة وكل الكائنات في فرح وحبور في فرح وحبور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر